كلها ليه لان عندهم كل دول عندهم خبرات دولية بنسب متفاوتة من ممتازة لجيدة عندهم خبرات في التعاملات مع الاوقات الصعبة وفي الاوقات المراحل الانتقالية زي المرحلة دي خلي بالك سبتمبر دي عندنا في مصر دايما مرحلة انتقالية ودايما فيها شوية قلق بخصوص متشات الدوري ما تنساش ان النادي الاهل هيلعب يوم 13 سبتمبر فهيبقى الفرق بينه وبين متش يعني المتشات الافريقية في بطولة ابطال الدوري في افريقيا هتتلعب يوم 13 فالاهل هيلعب يوم 13 وبيراميز هيلعب يوم 13 والزمالك هيلعب يوم 13 والمصر هيلعب يوم 13 الكنفدرالية والدوري الابطالي كلهم هيلعب يوم 13 انت خلص متشك الوقتين يوم 10 ثلاثة ايام كده ثلاثة ايام لا انا عايز اقوله لا انا عايز اقوله ان مش ممكن لعبة الاهل والزمالك هيبقوا عندهم متش يوم 13 وهو مش جهزين يوم 6 فاهم الفكرة يوم 6 ده قبليه باسبوع انا فاهم فاكيد هيبقوا جهزين ورضو بنسبة كبيرة لاداء المتشات المقارنة ما بين متش القوة الرأس الاخضر هل بنفس القوة مسانجور ماهية في الدور الانتاتين لا ما انا مش بتكلم هنا على ما هي بتبقى نسب متشار ما ايوة انت هنا مش كل لعبتك هتخش في خد بقى كمان بقى انت هتخلص ماتش اللعبة دي تلعب ماتش بعد ثلاثة يام ما لسا بقولك ايه الوقتين انا بقولك ان انت عندك هنا تسعة لعبة حمم موجودين تمام تسعة مختلفين طيب بس عندك في كل المراكز عندك في وسط الملعب وعندك في خط الظهر وعندك في المهاجمين ده ما هم دول الثلاث مراكز هارجع لنقطة كيف بتحصل الموسم اللي فات مشي الاتفاق ما بين المنتخب والانديه في بعض اللعبين ما لعبوش مثلا ماتشات من الماتشات بتاعت المنتخب النادي فانت يوم عشر مصر بتلعب بره ويوم تلاتاشر الاهلي بيلعب بره هل ممكن يحصل اتفاق برضه بنفس الوضع وكان بيحصل قبل كده وقت فيتوريا مسلا ان اللعيبة دي مسلا ما تشاركش بشكل كامل في الماتش مسلا منتخب مصر امام بيتسوانا مسلا في الاهلي والزمالك وكان بقى الاختيارات برضه والمصري بص الفرق المصرية اللي بتلعب بطولات افريقيا بيتمثل مصر طبعا انتخب مصر في افريقيا بيمثل مصر هو الاكبر يعني اي كان الفكرة انا عايز اولا اي لو انت يوم عشرة النتيجة بتاعتك تسمح لك ان انت تخرج او تريح جزء من البعض اللعيبة للاهلي والزمالك والمصري بيشتغلوا فيها بس كافة احنا لسه احنا الجولة الاولى والتانية انا بقول لك لو النتيجة بتاعتك تسمح اه يعني ايه حط تعزك في وقت الماتش اه في الماتش جوه وقت الماتش اللي هو الماتش ايشاركوا ايشاركوا وفيش حاجة اسمها يريحوا اه مفيش حاجة اسمها ان انا عندي لعيب محتاجه يوم تلتاشر يوم ستة او يوم عشرة فهسيبه عشان هيلعب عنده ماتش مع النادي يوم تلتاشر لو انا مدرب منتخب مفيش الكلام البطيخ ده لا طبعا ولا فيتوريا انا وفيتوريا كان بيوافق ازاي ولا طبعا الكلام انا لو مدرب منتخب مش هعمل كده مش اه وهو وهو نفسه مدرب النادي لو مسك مكاني انا في المنتخب مش هيعمل كده انا عندي دلوقتي ماتش يوم عشرة الماتش بتاعي يوم عشرة ده هيشارك فيه جزء من العيب الآخر والزمالك مع المحترفين تماما او بقية الاندية تانية مع المحترفين تماما الماتش التاني بتاع بوتسوانا ماتش هنقول ايه في المتناول اكتر شوي خلاص كده النتيجة بتاعت الماتش النتيجة بتاعت الماتش اثناء سير اللقاء ناش اثناء سير اللقاء هي اللي ممكن تديني انا الاريحية او تديني المرونة في اني اريح سين صادعين عندهم ماتش يوم تلاتاشر واخد بالك انما لو النتيجة مش مش مريحة او مش امنة لا هخلي اللعب بتاعي موجود لغاية لغاية ما اتطم فالموضوع مش 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 ان انا هفكر في غيري قبل ما افكر في نفسي انت مش الان من مباراة الرأس الاخضر اكتب الان عشان الظروف اه مش الان عشان الفرقة بتاعت الرأس الاخضر طبعا الفرقة كويسة وفي تطور وكل حاجة انما هي بالنسبة للقوة في الكورة او تناسب القوة اللي موجود في الكورة الافريقية لا احنا افضل احنا افضل طبعا في التوقيت مصر افضل في التوقيت ده ما ده اللي بقول هو ظروف الماتش هي اللي تقلق لو التوقيت لحنا بردو الفرقة دي لعبتنا بس عشان نبقى واقعين ولعبتنا ولعبتنا بالتيم اللي مش اساسي كمان وكان عندها القدرة انها توصل لمرمانة واحنا كسبانين انها توصل لمرتين وتتعدل معاك وكان ممكن تكسب ف يعني وانت بقى لسه بتبتدي الموسم وتعبان التعب ده فالفترة دي كله وجاي مريح تعال بردو لح انت عندك لعبة المحترفين وتمام التمام وكل واحد عمل الريكابر بتاعه على اكمل وجه وعمل بتاعه برضو على اكمل وجه وشغل دلوقتي بصورة جيدة جدا يعني هو دلوقتي الفورمة بتاعته في تصاعد يعني ما هواش وقلت لك اني اي خمسة من دول هيشاركوا او سيدنا انت عندك فوسط الملعب عندك فيه انني وعندك فيه حمدي فتحي عندك مرموش فيه قدام مرموش وعندك محمد صلاح وعندك تريزي جي تريزي جي ممكن تلاعب غسل ملعب مصطفى محمد على قدام كاراس حربة عمر فايد وحجاز الاتنين المساكين